في هذه الطبعة الجديدة من الصفحة الأولى نكشف الكثير مما هو مستتر بين ثنايا السطور والكلمات في العديد من المقالات والأخبار في الصحافة العالمية الصادرة اليوم اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب بضيفي في الستوديو على الوائي مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روزة اليوسف أهلا بحضرتك وأهلا بأستاذ المشاهدين كما وينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن الكاتب الصحفي الأستاذ جعفر الأحمر في أهم عنوين جولتنا اليوم نتابع مجلة ذهل تصف سوريا وغزة وأفغانستان بمناطق الحروب التي لا تنتهي صحيفة الاندبندنت تتساءل عن كيفية نظر القوى الدولية إلى المحادثات الدولية المرتقبة في اليمن والهواتف المحمولة ترن بقوة عبر صفحات وولستريت جورنل التي تلقي الضوء على ضقة المعركة الاقتصادية بين بكين وواشنطن البداية مع تساؤل مهم التقطته صحيفة ذهل عما سمته بالحروب الدولية المشتعلة إلى مال نهاية حيث وصفته صحيفة ذهل الدولية وصفت هذه الحروب في سوريا وغزة وأفغانستان بأنها حروب لا تنتهي أبدا موضحة أن هذه الدول والعالم يخضون في هذه البقاع حربا طويلة الأمد لا نهاية لها على الإطلاق وأشرت الصحيفة إلى أن هناك الكثير من الجهات السياسية والدولية التي تخوض حروبا دولية لا تتوقف مشيرة إلى أن حرب حماس مع إسرائيل أو طبيعة المواجهات بين الجهات المتصارعة في سوريا أو أن طبيعة الوضع في أفغانستان جميعها تجعل من هذه الحروب نيرانا تشتعل وتدور في حلقة مفرغة من دون وجود نهاية واضحة في الأفق نذهب لتحليل هذه الأخبار وأبدأ مع ضيفي أساس جعفر الأحمر من لندن أساس جعفر الصحيفة هنا تشير إلى أن الصراعات وهي تحدد في سوريا وغزة أفغانستان لا تنتهي ربما كما تقول الصحيفة لاستفادة بعض من القوى الدولية منها طرح هذه الفرضية أنها حروب لا تنتهي هل تعتقد أنه كان طرح الصحفي أم أنه يعكس واقع فعلا تعيش مناطق هذه الدول وهذه الدول في حد ذاتها ويعكس شيئا من الصحة بالتأكيد هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤجج هذه الحروب وتساعد على استمرارها طبعا لا نقفل الأسباب الداخلية لهذه الحروب لكن بالتأكيد العنصر الخارجي بهم واللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عنصر فاعل في هذه الحروب في المنطقة من سوريا إلى أفغانستان إلى سوريا وغيرها فالقوى الدولية حتى لو لم يكن لها علاقة في انتشار هذه الحروب الداخلية هي تسعى جاهدة للاستفادة من هذه الحروب فما بالك إذا كان لها دور فبالتأكيد تسعى إلى استثمار سياسي واقتصادي وغيره استراتيجي في هذه الحروب ومن مصلحتها إدامة هذه الحروب قدر الإمكان لتعظيم الاستفادة منها أستاذ أيمن هنا الصحيفة تحدثت في الواقع وأشارت إلى نماذج محددة هي تحدثت عن غزة عن سوريا عن أفغانستان دون غيرها من مواقع أخرى مشتعلة في العالم برأيك لماذا تركيز على هذه النماذج؟ هل فعلا هو يعكس واقع عليم تعيشها هذه المنطقة وفقط؟ لا 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 هو ليس من المهنية الحديث عن حرب لا تنتهي فالحروب على مدار التاريخ تنشأ وتنتهي بحلول سياسية فالحرب هي أداة لضغط كل طرف من أطراف الصراع بيضغط لتحقيق مقاربه السياسية من هذه الحرب وعندما تصل القوى المتصارعة إلى أن تقهر وتنتصر قوة على الأخرى بتاردخ أو عندما يصل إلى مرحلة عدم القدرة على حسم الصراع عسكريا بيصل إلى ترابيزة ومائدة المفاوضات للحلول السياسية فالحديث عن حرب لا تنتهي هذا ليس طرحا مهنيا من الأساس تعترض على هذا الطرح من الأساس هذه هي نقطة النقطة الثانية أن هناك رابط بين السلاس بؤر الذين تحدثوا عنها تحدثوا عن الأفغانستان تحدثوا عن غزة تحدثوا عن سوريا في وجهة نظري أن الرابط وكلمة السر هنا هو الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل لأن إسرائيل غزة على طرف ما مش أقول حدود لأنه ليس له حدود محترف بها دوليا على طرف من أطراف الصراع مع هذا الكيان فلسطين بشكل عام وفي الطرف الثاني هضبة الجولان وسوريا وفي البعد الآخر أفغانستان على حدود إيران اللي هي برضو على صراع أو صراع مصطنع أي زي ما نقوله معلن صراع لكن هناك أمور خفية ليس هناك مجال الحديث عنها لأنه هو شكلي صراع شكلي إذن إطالة أمد الحرب هو مستهدف ولو رجعنا بالذاكرة كده هنبص نلاقي عندما اشتعلت منطقة المنطقة العربية حوسمة تم إسقاط بسرعة النظام في ليبيا هنا فيه هناك مصلحة من إطالة أمد الحرب في المنطقة للوصولة خاصة في سوريا بحيث يطول إنهاك الدولة هجرة الشباب خلق حدود الدم نبين القوى المتسرعة فتظل الدول المحيطة والأماكن المحيطة بإسرائيل ضعيفة لصالح إسرائيل إذن أستاذ أيمن أنت أشرت إلى جانب مهم في المشهد الكيان الصهيوني هو عامل مشترك مشترك والقوى المحركة بها في أمريكا ومالك الصحيفة ومالك الصحيفة لمن هو كاتب المقال في الواقع أستاذ جعفر والصحيفة تشير إلى أن الولايات المتحدة هي طرف في كل هذه الصراعات هل تعتقد أن فعلا كان هذا التحليل والإشارة إلى الولايات المتحدة كانت إشارة موفقة أستاذ أيمن يتحدث عن أكيان الصهيوني وليس الولايات المتحدة فقط لغي طعم أنا أتفق مع الزميل أن أولا الحروب تنتهي تنتهي بتسوية بتسوية ما حسب ميزان القوى الذي تفرز هذه الحروب بتحقيق نتائج سياسية لكن القوى الكبرى حتى الآن لا ترى مصلحة في إنهاء هذه الحروب الآن والدليل معركة شرق الفراط ضد تنظيم داعش يعني منذ أكثر من سنة الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت انتهاء الحرب ضد داعش ورغم ذلك ما زالت فلول داعش موجودة في غرب شرق الفراط أو غرب الفراط وهي يعني من حين وآخر يقول البنتاجون أنه يشن هجمات لاستقصال هذه البقرة لا نعرف يعني إذا كانت هذه بقرة لماذا لم يتم استقصالها حتى الآن إلا إذا كان لم يكن الهدف هو الاستفادة القصوى من هذا الوضع غير المستقر في سوريا بالتأكيد الولايات المتحدة مستفيدة من هذه البؤر الملتهبة الثلاث في سوريا وغزة وألغانستان أنا أعتقد وسوريا نعم لكن بسوريا وغزة هناك الرابط الآخر المخفي ربما له كما قال زميل علاقة بضمان أمن إسرائيل وهذا يعني استراتيجية دائمة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يعني إضعاف سوريا والفلسطينيين وغزة هو مصلحة إسرائيلية لضمان أمن إسرائيل نعم بموضوع أفغانستان الأمر أكثر تعقيدا من أنه له علاقة بإيران الأمر يتعلق بيعني لا ننسى أن بعد أحداث 11 أيلول الولايات المتحدة كانت في وضع صعب اضطرت إلى غزغ أفغانستان وحاولت استقصال طالبان لكن هذه الحرب طالت لأسباب موضوعية لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لها هناك أسباب أخرى لها علاقة بباكستان والهند أيضا وليس فقط إيران لا أعتقد أن موضوع إسرائيل له علاقة بموضوع أفغانستان اسمح لي أستاذ جعفر لذيق الوقت أن ننتقل إلى متابعة موضوعات أخرى كيف تنظر القوى الدولية إلى المحادثات الدولية المرتقبة في اليمن سؤال مهم طرحته صحيفة الاندبندنت عن إمكانية الوصول إلى حل سياسي للأزمة المشتعلة في اليمن مع انطلاق المباحثات في السويد وترحها رحمان جفامي الكاتب السياسي عبر الصحيفة قضية دقيقة وهي رغبة بعض من القوى في السلطة الشرعية ضرورة البحث والكشف عن الفضائع التي ارتكبها الحوثيون في اليمن قبل أو حتى تزامنا مع بدء هذه المباحثات وقال الكاتب إنما يزيد من دقة هذه الأزمة أن القوى الشرعية ترى أن ما قام به الحوثيون يعتبر انقلابا على الشرعية ويمثل انتهاكا لها وهو ما يفرض ضرورة محاسبة الحوثيين قبل أي مفاوضة سلام سيد أيمن في هذا الخبر الكاتب يطرح في الواقع قضية مهمة قضية جوهرية جزل أنا وصفها هي محاسبة الحوثيين قبل البدء في هذه المفاوضة السؤال هنا بحسك الصحفي هل تعتقد أن هذا ربما يمثل اجتهاد صحفي أم أنه ربما تكون واحدة من مطالب القوى الشرعية قبل الدخول في المباحثات السلام في طالب الأيام والاحتمالين قائمين ولكن الأقرب أن هناك مطالب حقيقية للحكومة اليمنية فهناك قلة متتحرك أو مخلق قط لقوى خارجية اللي هي إيران بتحرك الحوثيين في اليمن وذهبهم إلى المفاوضات في هذه اللحظة نتيجة إلى أنهم أصبحوا عاجزين عن تحقيق أهدفهم في اليمن والسيطرة على الأوضاع في اليمن إضافة كمان إلى أن هناك مشاكل مالية داخلية في إيران وعقوبات وإلى أكرو أدت إلى أن إيران تريد التقاط الأنفاس لفترة من الزمن كفترة تهديئة للأوضاع لأنها باتت غير قادرة على الحسم وغير قادرة على الاستمرار وتعاني من أزمة اقتصادية غير قادرة على أن تنفق أكثر على السلاح وتمويل الحسين ولا تريد لهم الانهزام في المعرقة يعني لو لهذا ما كان يزهب الشرسيون أبدا؟ هذا سبب الزهاب إلى مفاوضات التسوية الآن وكان في تصريحات من الحكومة الشرعية بأن نحن سنذهب إذا ما وصل الوفد يعني عندما يؤكد الحسين أنهم ذاهبون بالفعل فهناك عوامل داخلية لها علاقة بالحسم والإنفاق والتمويل والآخر للقوى المتصريعة وعوامل خارجية لها علاقة بالمنظومة الدولية وعلاقة لها علاقة بالطابع الإنساني والخسائر والتي يتكبدها الشعب الأبرياء من الشعب اليمني وفي أزمة إنسانية ففي مجتمع دول بيضغط لكن الأطراف المحركة استغلت هذا الضغط في هذا التوقيت لأنها باتت عاجزة عن المواصلة وخاصة إيران بعيدا عن هذه الأسباب التي ترحها أستاذ آيمن هل تعتقد أستاذ جعفر وهذا السؤال ترحطه الصحيفة أيضا في نهاية التقرير لماذا السويد وليست دولة عربية تستضيف المباحثات اليمنية برأيك كان ربما هناك بعض دول عربية التي يمكن أن تستضيف مثل هذه المباحثات يعني الدول العربية للأسف فيها عامل سلبي وليست عامل إيجابي لم تستطع حتى الآن دول الجامعة العربية أن تقوم بأي دور إيجابي في هذه الأزمة فما بالك أي دولة مفردة تقوم بهذا الدور أما اهتمام السويد فالسويد عادة هي من عضو في مجلس الأمن وعادة عضو مجلس الأمن يعني يكون له أفضلية في استضافة محادثات سلام بالإضافة إلى أن السويد أصلا هي مهتمة في الوضع الإنساني في اليمن منذ عدة سنوات وهي أقامت مؤتمرا للمانحين بشأن اليمن منذ فترة في جينيف فالسويد لديها اهتمامات إنسانية عموما وهي عضو في مجلس الأمن فمن هذا الباب كانت مهتمة في استضافة محادثات السلام بين اليمنيين التي نعتقد أن الوقت المناسب قال الزميل عدد أسباب لكن نعتقد أن السبب الرئيسي هو الموقف الدولي الضاغط الآن بسبب الكوارث الإنسانية التي تحصل في اليمن المجال التي تحصل يوميا بجراء الحرب والأمراض هذا السبب دعا للمرأة الأولى الولايات المتحدة تضغط على الأطراف نعم خصوصا الأطراف التي لها نفوذ عليها هي الحكومة اليمنية للقبول بهذا بالذهاب إلى المفاوضات ووقف طلاق النار وأيضا الصار الله الحوثيين مستعدون أعلن استعدادهم للذهاب إذا أوقفت الحكومة اليمنية الحرب فبالتالي الظروف باتت مهيئة داخليا وخارجيا للذهاب إلى المفاوضات وصلت الفكرة في هذه النقطة ابقى معي إذا تفضلت أستاذ جعفر وأستاذ أيمن مشاهد الكرام هذا فاصل قصير بعد ونتوصل مباشرة نطرح الأوضاع في إسرائيل كيف تسير الأمور هناك بعد فاصل قصير أهلا بحضراتكم من جديد والقراءة مستمرة والمتابعة مع حضراتكم في الصفحة الأولى لماذا أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي والحرب على غزة في هذا التوقيت سؤال طرحته مجلة فورين بوليسي الدولية التي أشارت إلى أن بنيمين نتنياهو تخوف من خطورة تداعية الأزمة الإنسانية على أمن بلاده مشيرا إلى أن إسرائيل أدركت أن تفجير أزمة إنسانية في غزة ليس بالحل وقالت المجلة أن نتنياهو انتبه إلى تحذيرات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية من أن سكان غزة وهذه التحذيرات أشارت إلى أنهم بالفعل يتعرضون لكثير من المشاكل مثل الفقر والبطالة وسوء التغذية والمياه الملوثة والأمراض وهو ما ساهم في اتخاذ القرار بوقف الحرب من جديد أرحب ضيفي في للسوديو الكاتب الصحفي لأستاذ أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف أستاذ أيمن الصحيفة هنا فورين بوليسي وصحيفة مهمة في واقع الأمر بتشير إلى أن الأوضاع الإنسانية هي تؤكد على أن هذا هو السبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة هو ما دفع بن يمين نتنياهو للتراجع عن شن حرب على غزة هل تتفق مع هذا السبب؟ هل هو فعلا بن يمين نتنياهو الجانب الإنساني هو ما أثر عليه وتراجع؟ هو الجانب الإنساني المتدهور في قطاع غزة ناتج من الاحتلال ومحاصرة والاحتلال الصهيوني لقطاع غزة واحتلاله للأرض الفلسطينية وتعسفه ورفضه للمفاوضات السلمية لحل القضيطين ومدرع بيه لكن هل هو يحسر بشكل كبير في النفسية لأسرائي؟ لا 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 هو تجميل محاولة تجميل أو تغطية على الأسباب الحقيقية هو الأسباب الإنسانية ده لغة الضغط الدولي عندما يتحدث الدول عندما ارتكبت هذه الخطأ ما هو السبب برأيك الأساسي؟ السبب الرئيسي أن ترامب يسعى إلى إيجاد حل من وجهة نظره أيضا اللي هو يتحدث عن صفقة القرن وما إلى آخر ذلك يريد إنجاح رؤياته ومارس ضغوط على إسرائيل لعدم إشعال الصراع في هذه الفترة لاستكمال خطواته التي يسعى إليها لإيجاد حل القضية بصرف النظر عن نرفض أو نتفق مع هذا الحل اتنين أن هناك أزمة داخلية وهناك اتجاه إلى انتخابات مبكرة ورغبة كانت بأن في رغبة من نتنياهو تخلص من وزير الدفاع ووزير الدفاع استقال بزعم أنه أيضا استقال لرفض الوقف الحرب وفي الوقت الذي أقال فيه أو استقال فيه وزير الدفاع جاء خرج نتنياهو وذهب إلى وزير الدفاع وأدل بيختب وتحدث عن أن إسرائيل ذاهب إلى حرب كبرى هو بيتحدث هنا بيلعب برضو بوركة الحرب داخليا للهروب من أزماته الداخلية لكن هو بيلعب بها كشعار ويعلم خطورتها كإذا دخل الحرب فهو توقف عن الحرب لأن إسرائيل غير قادر على تحمل الأعباء المعنوية والسياسية والضغوط الخارجية لاستمرار الحرب مع غزة وإلا إذا كانت العملية عملية إنسانية فلماذا لا يتم فك الحصار عن غزة وإمدادها بمستلزمات لأن في القانون الدولي الدولة المحتلة مسؤولة عن حماية وتوفير مستلزمات الأراضي المحتلة مازلنا مع هذا الخبر فوني بوليسي وضحت النقطة لكن أنا لابد أن أذهب إلى لندن لأستمع من أستاذ جعفر أحمر أستاذ جعفر هل ترى معي أن نشر هذا التقيير وبهذا الحجم في صحيفة طبعا مهمة هو في ظاهري ربما يعني يتحدث عن أسباب لوقف هذا الغزو لكنه في بطني بيخدم الاحتلال حتى وإن كان بيكشف الجرائم التي يعاني منها بالأساس الأطفال والمرضى من أبناء قطاع المحاصر فكيف تنظر إلى هذه المفارقة؟ نعم بالتأكيد هذه المجلة المعروفة اليمينية في الولايات المتحدة الأمريكية تخدم التوجهات الصهيونية عموما هي تخدم وجهة النظر الإسرائيلية التي تبرر وقف اطلاق النار بهذه السرعة بعد 24 ساعة من القتال بأنه حرص من نتنياهو على الوضع الإنساني في غزة وارتداد ذلك السلبية ربما فهذا بالتأكيد محاولة لإعطاء صورة إشبهية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية التي تحتل الأراضي الفلسطينية لكن لم تنجح بالإضافة فقط أريد أن أزيد سببا آخر إلى ما قاله الزميل أيمن لوقف اطلاق النار بهذه السرعة هو أن إسرائيل فعلا كانت تخشى من هدود الفعل إذا استمرت هذه الحرب هذا أمر أساسي هدود الفعل من داخل غزة يعني خلال يوم واحد 24 ساعة أطلق 460 طلقة مدفعية وصرخية على غلاف غزة فإذا استمرت الحرب كانت المقاومة الفلسطينية مستعدة أن توسع إطار قصفها إلى مدن أبعد وإسرائيل ليست الآن في كما قال الزميل في وضع يسمح لها بأن تفتح حرب كبرى بسبب ربما صفحة القرن التي تعتبرها هدية كبيرة أثمن من أي وقف اطلاق النار ربما يسبب لها حرجا في الداخل للصحافة الاقتصادية في صفحة اليوم نصيب في جولتنا ومع صحيفة والستي جونر التي أشارت إلى تحذير الولايات المتحدة من استخدام نوع معين من الهواتف الخلوية وهو التحذير الذي يأتي لقدرة السلطات الصينية التحكم والمراقبة في الأجهزة ما سيشكل خطرا على الأمن الإلكتروني والحديث هنا للصحيفة التي انفرضت بالكشف عن أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع شركات الاتصالات والإنترنت في الدول الغربية بتجنب استخدام الهواتف الصينية الحديثة لخطوراتها الأمنية كشفت معلومات مسربة نشرت الصحيفة البريطانية أن مشروع الاتفاق النهائي الخاص بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتضمن تحديد قواعد تفتيش وضبط الحدود المنظمة لشكل العلاقات التجارية مع بروكسل عقب إتمام الانسحاب وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاتفاق النهائي لبريكزيت الذي عرضه الاتحاد الأوروبي على تريزامي سيتضمن قواعد إدارة وضبط شكل العلاقات التجارية بينهما عقب بريكزيت بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي من تخفيف حدة لهجته بحسب ما أظهرت مسودة الاتفاق النهائي المسربة سيد أيمان معاي خبران مهمان في الواقع الخبر الاقتصادي الأولاني يعني تعتقد أنه خبر اقتصادي أنه خبر أمني يعني بصيغة أمنية في إطار الصراع الصيني الأمريكي حتى التليفونات المحمولة دخلت في هذا الصراع والصراع مركات ومحاولة من أمريكا لإضعاف التنافسية هناك سلعة تنافس أو مركة وتنافس الصناعة الأمريكية بأسعار أقل كلفة وقادرة على غزو الأسواق لأنها تمتلك جودة بدليل لها انتشرت جودة وسعر أقل فأمريكا عاجزة عن إن هي تلاحق وتنافس الصين صناعيا فسعت إلى اختلاق أو سبب أمني هي بالأساس معنية بحماية أمنها إذا كانت ترى أنه يشكل خطرا أمنيا فهي بتمنع استراده من داخل دولها إنما عندما تنبهها العالم وتقال إليه فهو ده محاولة للنايل من القدرة التنافسية لسلعة منافسة ده برضو إحنا كصحفيين المفروض ما إحنا بنناقش القصة دي عندما نناقش هذه القضية نحن بناخد الفرضية اللي أمريكا بتقولها وبنناقشها مع خبراء وبنبحث إذا كانت تمثل خطورة أمنية بالفعل ولا لا ولكن اعتبار التنافسية الاقتصادية والاعتبار رقم واحد في هذا الموضوع نعم سيد جعفر في نصف دقيقة هذه الأقلام التي أصبحت الآن ترهب من مسألة خروج بريطاني المتحدة الأوروبي كيف يمكن فهم هذا الاتجاه؟ يعني هناك مشكلة كبيرة تواجهها رئيسة الوزراء حكوم تريزا مي في تسويق هذا الاتفاق الذي عقدته مع الاتحاد الأوروبي تسويقه داخليا وليس مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي عموما قبل بهذه المسودة لكن المشكلة الآن في الداخل البريطاني لم تستطع تريزا مي أن تسويقه حتى اليوم نشرت صحيفة انديبندنت بالإضافة إلى هذه المسودة نشرت رسالة إلكترونية مسربة من مجمع الصناعات البريطانية الضخم والذي له تأثير كبير في السياسة البريطانية يحذر فيه من هذا الاتفاق بينما أيضا وزير الخروج أيضا السابق يقول أن اتفاق الخروج أسوأ من البقاء في أوروبا عزرا المقاطعة أستاذ جعفر الأحمر من لندن أشكروك شكرا جزيلا أشكر ضيفي في القاهرة أستاذ أيمان عبد المجيد رئيس تحرير بوابات روزا اليوزر شكرا جدا وشكرا موصول لحضراتكم في أمان الله اشتركوا في القناة